تخيل حضرتك أنه بيتقال على علي معلول أفضل لاعب أو واحد من أفضل اللاعبين اللي موجودين في الملعب أنه هو بيهرب من المطشط بيهرب من المطش مين بقى؟ بيرنام يونيخ تخيل بيرنام يونيخ ده اللي أنا نفسي أنا نفسي كنت عايز ألبس وأنزل ألعب علي معلول اللي عنده أصابة هيقعد فيها إسبوعين النادي الأهلي حيفتقد علي معلول لمدة إسبوعين تخيل حضرتك الدماغ واصلة لغاية فين تخيل عايز يبوز عليك فرحتك لغاية فين؟ بيحاول يدخل في دماغك أن الناس مين اللي بتهرب؟ وإحنا الواحد مش عايز يتكلم على حد أنا ما بحبش أتكلم على حد ما بحبش أتكلم على حد علي معلول علي معلول ده واحد من أفضل الأجانب اللي دخلوا مصر خلال العشرين تلاتين سنة اللي فاتوا مش كلامي ده كلام كل النقاط وكل الرياضيين وكل الناس اللي بتحب النادي الأهلي وما بتحبش النادي الأهلي كمان ولكن هي فئة صغيرة بتحاول ان هي تعكر عليك اي حاجة انت بتعملها بتعكر عليك الفوز بتعكر عليك التالت العالم تكسب البطولة افريقيا يقولك لا احنا كنا احسن فين احسن في الملعب اكسب اللي احسن في الملعب يكسب هي دي كرة القدم لا تعترف بالنتائج بعد مئة سنة ربنا يدينا ويديكوا طولة العمر حيتقال ان النادي الاهلي فاز على احنا كنا باللعب في النهائي نادي الزمالك خلينا اتكلم على البطولة الافريقية كنا باللعب نادي الزمالك في النهائي الافريقي دوري ابطال افريقيا بعد مئة سنة عفوا حيتقال ايه حيتقال الاهلي فاز بتاسع دوري ابطال افريقيا سنة 2020 ضد نادي الزمالك في المباراة النهائية واحرز هدف المباراة محمد مجدي او الهدف الفوز محمد مجدي افشا محدش هيقول الزمالك كان بيلعب كويس اصل الزمالك كان بيلعب مطش حلو انا بتكلم في التاريخ انا مليش دعوة باسم النادي يسيبك يعني انا بتكلم بس عشان انا بتكلم على دورة ابطال افريقيا فالنهائي كان مع نادي الزمالك نفس الكلام مع بالميرس محدش في التاريخ هيقولك اصل بالميرس فريق ضعيف لا هيقولك بعد مئة سنة ربنا يدينا ويديكوا طولة العمر ان النادي الاهل يفز على بالميرس في بطولة كأس العالم للاندية ووصل للمركز التالت مش هيقوله كان بيلعب فريق اسمه بالميرس بطل امريكا الجنوبية